معايا شوية شوارمة شوية شوارمة فراخ كده صدرين فرخة صدرين فرخة عندي روز وبصل وفلفل وبهارات ملح وفلفل عندي كمان الصاصة او الصوص بتاعها هيكون زبادي شوية مايونيس شوية خلي شوية طوب حاجة والله هي خايفة جدا شاكدوا لكم هي ايه مشبعة ومش هقولوكوش توية لأ هي تليل اتنين هي خفيفة جدا لذيذة طب انا عايزة حمار عايش حماري برحتك حماري عيش زي ما بنعملو كده للفتة بس يكون عيش شامي اشان ده اللي هيليق معاه انا النهاردة عاملاه من غير عيش عشان تبقى اخفة اخفة حابة ضايت بقى عشان الواحد بقى له كتير كده مش ضايت ضايت يعني بس حابة خفيفة شوية هو ده ضايت لا مش ضايت زيت هيتحطل في حاجات اه هنحط بكمية قليلة بس ايه اللي تعتبر يعني خفيفة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هنحط شوية زيت هناخد بقى ايه الاول نعمل شوية الرز الاول وانا بسخن التصحة هوا علشان اللي ايه علشان الفراخ نعملها هنحط لها بس هنا شوية خلي كده معلقتين خل بتدي بتفرق جماعة المعلقة سحر والله بجد بتخليها بفاش اي زفارة بخليها حلوة جدا هنعمل شوية الرز انا حتى هنا كيلو رز على معلقتين زيت على فكرة بس مش اكتر ولا حاجة وشوية ملح مش كتير هنقلبتها شوية كده وبعدين بنغلي مية نيجي بقى للايه للفراخ هناخد برضو معلقتين زيت هنزل هنا كده الفراخ دي اكلة سريعة جميلة شوية فلفل اسود شوية ملح شوية الظهارات مشكلة انه انا سايبة الرز يتحمر لو انت عايز تعمليه قبيل عايز بش تبيل يتحمر كده هي تقلبتين وبحطها عليها بس انا ده ممكن اسيبه كده شوية عشان يعمل رزاية و رزاية عما يلزق ما تفكهوش كحت استني عليه شوية هتلاقيه فك الواحدة هبصر فك الواحد ازاي هو شوية شوية طيح احنا كده هنا الوصفة دي هنا فضل لها الفلفل والبصل دايما انت عايزة بقى فلفل الوان فلفل رومي اخضر بصل بصل احمر بصل ابيض ممكن ده ممكن ده بس البصل الاحمر هيسكروا حبة فكتير مش بيحبوه بصل احمر غيرت في السلطات بس اه فممكن بصل ابيض لو انت يحبه عشان ما يدهوش طعم مسكر تمام ده كده بس فانا هنا فاضلي بس البصل والايه والفلفل طيب السوس بقى السوس بقى في حاجتين في حاجتين السوس بتاعنا هنا انا حطة كمية اه زبادي ومايونيز ممكن نصها ماشي يعني كمية الزبادي مع المايونيز ده حاجة ترجعلك انت يعني انا ممكن محطش مايونيز خالص اصلاة الزبادي لو انا عايزها خفيفة بقى ده بتقوله للضايت ومش الضايت والكلام ده اه حط الزبادي بس هيبقى الزبادي وخل وتوم زبادي وخل وتوم وشوية مياه صغيرين كده خفيفة بيه طيب المايونيز طبعا بيديله طعم تاني خالص بيخليه غاني جدا فاحط بقى المايونيز ده على الزبادي بالكمية اللي تفضليها يعني ايه يعني لو انا حطة كباية زبادي انا ممكن حطة كباية مايونيز ممكن حطة نص كباية مايونيز ممكن حطة معلقتين مايونيز ممكن معلقة مايونيز اطعم بيها بس فدي حاجة ترجعلك انت يعني حاجة ترجعلك انت بتحباشك لها ايه وعايزها غنية قد ايه تمام يعني فيه لأ هو زبادي بس عشان تبقى خايفة خالص وفي قولك لأ أنا بحبها مايونيز كتير في بحبش الزواجي أصلا بحط مايونيز بس مايونيز على الخل على التوم وخلا بسي تبقى تقيلة جدا بقى بص فكت زي لوحدها هو دي موريك وهي فكت وهنا هقود حمارة الطبقة التحتانية حمارة كمان شوية استرنا عليها شوية حمار كمان حبة وانروح اطلنا عليها المياه السخنة وخلاص بقت رزايا ورزايا وعايز حمارة كلها بس دي تبقى عايزة ايه المادة دهنية اكتر وتقعد على النار اكتر عشان تبقى محمارة كلها انا هنا عاملة ايه ولا حاجة انا جايب معلقتين زيت حطت عليهم كيلو الرز اول طبعا كمية اللي انت عايزها وقلبتها بقلق سبتها قلبتها وسبتها شوية تقدر تحمر كده من تحت شوية بعدين افضل ايه اقلب فيها بعد كده عايزة حمارها تاني واسيفها شوية عايزها ايه بريحة التحميرة الاولانية دي ماشي ايه اللي رياحك بصوا بصوا بتفكت ازاي ايه دي الفراخ معلهاش غل معلقة الخل ومعلهاش هي من نفسها نزلت مية حتى وزاي وطيك كده لو لزقت سبيها ما تقلقيش هي بتنزل المية وتفك نفسها شايفة اهو مش نقعد نكحد بقى فيها ونقطع الايه الفراخ ونسيبها حابها لسه على النار خليها شوية تحمر كمان وتعالوا تعالوا تعالوا نعمل الصلطة المايونيز بالزبادي انا بجيب الزبادي اهو مثلا كوباية المقدرة اللي انتو عايزينه طبعا كوباية بولا اي حاجة وعليها المايونيز بالكمية اللي تفضلوها انا هقول كده كفاية معلقتين كفاية وعليها معلقتين كبار من الخل ومعلقة من التوم وشوية ملح عايزين فلفل حط ومش عايزين ما تحطوش السفلفل حيلون فيها حايديني لون اه هتنقطها كده ممكن نخفاها سنة بحبة مية صغيرين كده بس ده الصوص اللي عليها ده صوص الفاتة بتاعتنا اللي هنقومنها النهاردة صوص الشاورمة ممكن تعصر عليها اللمون كمان بتبقى حلوة اللمونة اللمونة عليها تبقى جميلة اهو كده حلو كده كفاية حمرة حلوة اهو حط بقى المية بس كده بس بقى تغلي بقى اهو حوطي عليها بعد كده بس ادي كده الرز خلص اوطي عليه عشان يهدع الهادي تمام وادي هو فلقتها عم تخد شوية خالص هنزل عليها البصلاية بقى وهنزل عليها الفلفل اكل خلصي شو طبق اكل خفيفة ازاي يعني اه لو وانت راجعة من الشغل ولا انت طلعت طبق اه الفليمن عندك خلاص عملت اكله الرز بالشورمة اللي انا عملته رزة ورزة حمرته من حبة كده كنت واسيبه شوية وارجع الليبه تاني واسيبه شوية وارجع الليبه تاني فكان بياخد تحميرات فبيديكي الطعم تاني غير الرز اللابيت خالص وبنفس المكونات هو معلقتين الزيت على كباية على كيلو الرز اللي بتغم زي ما شفته كده وسبتها كده شوية وارجعت لها تاني رحت ايه بدأت ان انا احمر فيها غتنا عامة رزة ورزة كده ودي الشورمة اللي عملته موسيقى